الدينار الرقمي الجزائري هذا ما أكده الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن جاء ذلك في كلمة ألقاها بن عبد الرحمن لدى افتتاحه ندوة صحفية حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر وأول سؤال يجي في بالك تسمع الاعتماد على الدينار الرقمي الجزائري وهو ما هي هذه العملة الرقمية وما الفائدة منها خاصة حلالي زارجيريا كيتش بدحص الدراهم يتوسوس لك إن شاء الله سنجاوب على هذه الأسئلة بالمختصر المفيد بسم الله الدينار الرقمي الجزائري تشبه العملات المشفرة مثل البيتكوين والإثيريون في كونها عملة غير مادية يتم تبادلها بشكل رقمي فقط من دون الحاجة إلى استعمال السلول النقدية في شكلها التقليدي المتمثل في الأوراق والقطع المعدنية لكنها ليست عملة افتراضية مثل البيتكوين وتشبه العملات التقليدية في كونها عملات رسمية تصدرها البنوك المركزية للدولة بحيث تحمل نفس القيمة والقدرة الشرائية التي تحملها العملة المادية لكن لا وجود مادة لها مثل العملة المادية بالمعنى أنه يمكنك مبادلة الدينار الجزائري الرقمي إلكترونيا بأي خدمة أو سلعة كأن تشحن رصيدك الهاتف أو تدفع فاتورة الكهرباء لكن لا يمكنك الاحتفاظ بها في جيبك أو في محفظة نقودك لأنها نقود رقمية ببساطة وليست نقود مادية ملاحظة هذه العملة مشيحنا أول دولة غد نخدم بها راهي موجودة في كل الدول المتقدمة وفي آخر الفيديو غادي نقول لك الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة لكيما البيتكوين أدرك أن ننتقل إلى السؤال الثاني اللي هو ما الفائدة منها تكمن فائدة تداول العملة الرقمية في أي بلد على العموم في تجنب المشكلات المرتبطة بالاعتماد على السيول النقدية في المبادلات التجارية بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية فالدنار الرقمي لا يحتاج على سبيل المثال إلى شاحنات محروصة تنقله من البنكر المركزي إلى خزائن البنوك ومراكز البريد ولو أنه يتطلب مستوى آخر من الحماية والأمان ومن المستبعد أيضا أن تحدث أزمات في توفير السيولة عندما يتعلق الأمر بتبادل الأموال في شكلها الرقمي لأن العملة النقدية قد يحدث أن تسحب من البنوك ومراكز البريد بشكل كثيف ومفاجئ في مناسبات معينة إلى درجة أن يؤدي ذلك إلى وقوع نقص في السيولة على مستوى بعض الأماكن أما العملة الرقمية فهي متوفرة على الدوام لأنها نقود رقمية ببساطة أدرك ننتقل لآخر سؤال وهو ما الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة ببساطة العملة الرقمية هي قيم نقدية افتراضية يتم تداولها بشكل رقمي فقط وهي تختلف عن العملات المشفرة مثل البيتكوين مثلا في كونها تخضع للسلطة البنك المركزي في الدولة التي تصدرها بالمقابل لا يخضع البيتكوين لأي جهة رسمية معروفة ولا يمكن تتبع المبادلات التي تتم باستخدام العملات المشفرة مثل ما هو الحال بالنسبة للعملات الرقمية التي تصدرها الحكومات لذلك فهي ممنوعة في عدة الدول على غرار الجزائر بسبب المخاوف القانونية إزاء إمكانية استعمالها في عمليات إجرامية في حين تتقلب أسعار البيتكوين وإخوتها مقابل العملات التقليدية كالدولار الأمريكي تحتفظ العملات الإلكترونية الرسمية نسبين باستقرار قيمها باعتبارها صادرة عن بنوك مركزية قائمة تعمل بناء على تنظيمات وسياسات مالية محددة وفي الآخير إذا استفدت من هذا الفيديو ما تنساش تدير لايك وتشترك في القناة والملتقى في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام